طيب جري عندنا كمان ايه لو انا شفت مثلا اعراض معينة اقول ان دي امراض جنسية خلي بالك معين اول حاجة بتأثر على الخصية او بتأثر على القضيب او فيه افرازات التهابات قرح غدد لنفوية متورمة بين الفخدين فيه ولاد شباب بيعملوا عادة سرية وبيعملوا عاجات مش كويسة مع ناس ويجي للعيادة مش قادر يمشي من رجليه التهاب شديد في الحوض يعني عنده التهاب شديد مش قادر يشير رجليه وناس بيموتها الضمير يعني الشباب يقولك انا انا غلط انا كنت بشرة بمخدرات والمخدرات قاداتني الى الجنس ما فيه عيال يقولك خدي عشان تقدر تعمل فيبقى مخدرات وجنس يعني انا مش عايز اقولك والله يجي ايه لي الشباب بيتحجزوا فيه اه مساحات عقلية عشان يتوب من الادمان ويتوب من الجنس يجد عنده بقى التهابات في الخصية واه 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 يعني تب تعالج ايه ولا ايه نعم دكتور اللي بيلاقي عنده طفح جلدي او شكل غريب في الاعضاء التناسلية وبيكسل يكشف او بيعتبر حالة نفسية انا قلت لحضرتك لو عنده قرح او افرازات في الاعضاء التناسلية ومش عاوز يكشف ده بيقلب شوية بيقنصر كده دخل ومع المتاسس بقى ويدرب الحوض ويدرب شغلانة فيعني ايه من الاول كده نتعالج احسن زي واحدة عندها التهابات في السد وبتنزل صديد وكده بقى لها اربع سنين خمسة مش عايزة تكشف طب هي هتتحول بعد كده يعني الكرونيك ابسس ده او الخراج المزمن هيقلب كنصر ايه اللي سكتني تلات اربع سنين اللي ما تعالجتش يعني واحدة مسلا ما بتردعش وبتنزل سائل من السد سكت على نفسك سنتين تلاتة ليه بنعمل برولاكتن اه بنعين البرولاكتن في الدم ونشوف نوقفه ازاي موقفش بنعمل تحليل السائل النازل عشان نبدأ ايه انما اسكت على نفسي كزا سنة علشان خاطر اه 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 يتحول عندي لكانسر نعم اه في واحد بيقول لحكا يا دكتور اه زوجتي معدقة سن الخمسين ومن بعد معدقة الخمسين وهي بترفض العلاقة تماما وبتقول له ان احنا خلاص كبرنا فالعلاقة ما بقاش لها لازمة اوي فهل الرغبة بتقلنا عند الست في سن ده فعلا وده حقا شوف حبيب قلبي احنا قلنا ايه لما الرحم الله الجنس عند الراجل ممتد انا اعرف ناس مش عايز اقولك بتتزوج في سن التسعين وناش شغالة جنس لغاية المية ده رجالة انما السيدات عند انقطاع الدورة في الخمسينات تبتدي الدنيا تقل شوي الرغبة تقل في بعض الزوجات الكريمات العظيمات بتحافظ على جوزها انا بيجي للعيادة السيدات فوق الستين عايز اتحافظ على جمالها ورغبتها علشان خاطر تلبي رغبات جوزها بدل ما يروح يتجاوزوا على تاني خلاص بني اديها بقى اي حاجة مسيرة جنسية سبانش فلاي مش عارت ايه شوية حاجات بتديها تستسترون اسف يا رب بتديها استروجين وبروجسترون زيادة علشان تقبل الرغبة الجنسية لكن اغلب السيدات خلي بالك ما بتقبلش هذه العلاقة بالعكس ممكن تدي على جوزها ربنا يهدك لو مش عارفين انت ما بتتهدش انت كذا تقعد تدي عليه او هي كريمة قوي فتقوله روح اتجاوز انا خلصت كده قلت اللي عندي خلي واحدة تانية تشيل البالوة دي دي ستة محترمة لكن اغلب الستات مش محترمة ليه مش محترمة؟ لانها خايفة على المكاسب اجيب واحدة تانية تاخد اللي انا بنيته في عشرين تلاتين سنة لأ ده نقتلك ده انا مش عارف ايه ده نقتلك وقتلها ده انا طب انت ما فيكيش رمى انت ما فيكيش فايدة طب هنوقف في الدنيا يعني نشيل امه وهو ده اللي بيحصل عندنا احنا خايفين على المكاسب خايفين على المحلات على المصانع على الارض على البيت على الشقة خايفين اللي تيجي جديدة تاخد كل ده وبنخاف ان الراجل اكتر لو هو عنده محلات املاك رصيد كذا كذا لكن لو هو فقير ومهروش اي حاجة يبقى اللي خدته القرعة اللي خدته القرعة فزوجته على طول بتضحي بيه اللي خدته القرعة بقى طيب يبقى عندنا مهم جدا ان احنا بينقول ان احنا نعمل تحاليل جر يا بابا شوية علشان نعرف احنا عندنا خلاص جر شوية ها طيب ايه بقى الاسباب اللي بتخلي القضيب يا تليف دلوقتي الاستعمال الخطأ الاستعمال الخطأ والعدل السرية الكتير والاسراف انا واحد جايلي شاب بقول له بقول لنا بعمل عدل السرية قلت له يعني مرة في اليوم قال لي لا مرتين تلاتة خمسة فده بني ادم يعني ساعات الانسان بتعجبه نفسه فبيعمل حاجات وحشة جدا انا مرة نزلنا حلقات وقلنا انت كبيرك مرة او مرتين في الاسبوع انت بتعمل ايه انت بتستهلك شوية الحيوانات رصيدك هيخلص والله العظيم رصيدك هيخلص يعني ايه رصيدك هيخلص يعني انا ربنا مديلي كم مليون الحيوان منوي انت استهلكتهم مرة 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 بعد كده هتلاقي السائل اللي طالع بروستاتة بس ما فيهوش حيوانات منوية يبقى انت زي بعض الرجالة في اول حياته بيخلف بعد خمس ست سنين نبص نلاقي الحيوانات منوية مفيش ده استهلك حياته بقى عادة سرية قعد عشر سنين واستهلك حياته مع زوجته وخلص رصيده بدري بدري فالشيء زاد عن حد ينقلب الى ضد انت خلصت رصيدك خلصت شوية الحيوانات منوية ربنا ده هيلك الخصية تليفت فلما بيتلايف في الخصية بتلايف القضيب لانه خلاص هتنتصب بايه فيبقى فيه تلايف حصل اه في حاجات كتير بقى الاسراف في كزا في كزا بص كده معايا اه لو احنا بنقول مثلا اه ازاي ان انت اه اه تحافظ على القضيب او اه ازاي تتوقع ان فيه اه بلوغ البلوغ طبعا له سن معين اللي هو قولنا اه خمستاشر ستاشر لغاية سبعتاشر سنة بيبتدي فيه هرمونات معينة الهرمونات دي بتبتدي اه تنشط النمو في الصبيان في الشباب بتنشط اه ظهور الشارب ظهور اللحية ظهور الشعر الايبط والعنى وده بيبقى من خمستاشر لسبعتاشر سنة دي كلها اسماء علامات بلوغ وانا بقول للرجالة بقول للشباب لو عندك شنب شارب وعندك لحية وعندك خصية وانتصاب باذن الله تعالى ان شاء الله هتيجي لحانات مانوية يقول لي انا عملت تحريس هاي المانا وقول لها ليه مفيش ازوسبيرم يقول له عشان خطري تعال مدام فيه هرمونات مزبوط شنب ولحية وخصية وانتصاب هتيجي ان شاء الله لحانات مانوية هتتأخر شوية اه تتأخر شوية في حاجات بتنشطها اه في حاجات بتنشط نحاول وما نيقاسش نحاول وما نيقاسش لكن ان انا اهبش الخصية مفيش اه قطع الخصية مفيش كل ده ما اه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة